الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم إلى يوم الدين أما بعد أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني جديد نسأل الله تبارك وتعالى أجره وخيره وبركته وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوما نعرض عليه في شهر رمضان في السنة الثامنة من هجرة سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان فتح مكة وفتح مكة هو الفتح الأعظم أعاد الله تبارك وتعالى به القبلة والبيت الأول وأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلده الذي هاجر منه أعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دروس كثيرة في الفتح بداية الفتح وفاء بالعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما كان صلح الحديبية دخلت خزاعة في حلف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبن بكر في حلف قريش لما تعدى بن بكر على بني خزاعة وأعانتهم قريش كان ده نقض للعهد اللي بينهم وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعمر بن سالم زعيمهم ذهب إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أول ما ذكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قريش وأنشد الشعر سيدنا النبي قال له نصرت يا عمر بن سالم إبقى أول حاجة الوفاء بالعهد درس يجب أن نتعلمه والوفاء بالعهد الناس عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا حلف ومعونة ونصرة ومودة هذا ملزم يا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مبدأ هام احترام المعاهدات احترام المواثيق احترام الاتفاقات بينك وبين غيرك الأمر الذي يلي ذلك لما أراد أبو سفيان وهو زعيم قريش في ذلك الوقت جاء مذعور وخائف وأراد أن يقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعتذر عما فعلوا بعض السفهاء وقال له الملأ من قريش وزعماء قريش لم يكن لهم علمي بهذا الأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض لماذا يجب أن تتعلم أنه كل الناس يجب أن يحترموك إذا فرطت في حقك مرة ستفرط كل مرة لابد من وقت تقف فيه لتقول لا لابد من ساعة يعلم فيها المخطئ أنه أخطأ وأنه سيحسب على خطأ وعلى قدر الجريمة يكون رد الفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعد عشرة آلاف وعلمنا أمر هام جدا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليعد الجيش لم يخبرهم أنه ذهب إلى مكة وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إنه لم إذا أراد أن يخرج إلى اتجاه ورى باتجاه آخر لماذا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حسن تدبير الحياة استعينوا على نجحان المقاصد بالجد والكتمان مبدأ غاب عن حياتنا فترتب على غيابه ما نحن فيه من هزائم وانتصارات على المستوى الشخصي وفي بعض الأحيان على مستوى أكبر من ذلك ما هو هذا المبدأ نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا أهلاً ومرحباً بحضراتكم من جديد الدرس اللي نتعلمه به صلاح حياتنا لأن كثير منا حين يغفل هذا الموضوع أو يفرط فيه مشروعات كثيرة في حياته وخطط كثيرة للنجاح تفشل لأن كل الناس بتعرفها قبل ما تبدأ واحد عايز يشتري بيت كل الناس عرفه قبل ما يعرف البيت فيه واحد عايز يعمل مشروع كل الدنيا عرفت إن فلان هيعمل مشروع وإن المشروع هينعمل في كذا قبل أن يبدأ فيه بخطوة فتفشل مشروعات حياتنا واحد عايز يتزوج كل الناس عرفت إن فلان هيروح يخطب فلانة وإن فلانة دي في بلد كذا وإن فلان ويبدأ كل الناس يتكلمون ويتنتهي القضية قبل أن تبدأ لشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا مبدأ هام جداً في حياتك استعينوا على نجحان المقاصد بالجد والكتمان فعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن السر في نجح كثير من المشروعات خاصة المشروعات اللي على درجة عالية من الحساسية لابد أن يكون فيها قدر عالي من السرية إغفال هذا الأمر بيؤدي إلى إن عدوك يكون عارف كل شيء عنك فأنت أمامه مكشوف فيعد لك ويبدأ يفسد عليك حياتك ويترتب على هذا هزائم إن نستعرف في بيتك إيه فيبدأوا يدخلوا بالنميمة والفساد والوقيع بينك وبين زوجتك واحد يعرف إن أنت هتدخل مشروع تعمل كذا وكذا فيبدأ يدخل من ناحية تانية من حقده وحسدي يبدأ يفسد عليك حياتك ولو أننا أمسكنا ألسنتنا لاسترحنا من بلاء كثير ده درس من دروس الفتح درس عظيم من دروس الفتح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جل سيدنا العباس واستأمن لأبي صفيان وأبي صفيان رأى عظم الجيش المسلمين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء وأرسم مبدأ عظيم لتأليف القلوب ليس الغرض في الصراعات التي بيننا وبين بعضنا مجرد الانتصار وإنما كسب القلوب أولى من كسب المواقف والرحمة التي تعم على الناس أولى من التشفي والانتصار للذات لما سيدنا العباس يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي صفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا بالله يعليك لو إن الموضوع دع أرض عليك بعض الناس تأخذ الحماس أقول لك لا لا فخر في دين الله كل الناس سواء نحارب وفعل وفعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قال نعم من دخل دار أبي صفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن هذا في مبدأ الدين رحمة وفي مبدأ السياسة تحييط خصم وحفظ أرواح الناس واستبقاء الود مع الأهل درس عظيم إذا حدست خصومة بينك وبين واحد من الناس وجاء الناس للإصلاح فكن هينا لينا سمحا درس عظيمة وما زالت أحداث السيرة تمتعنا وتشبعنا في كل حين بدروس جديدة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقرأ الأحداث ونأخذ العبر ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يشغلنا بما يرضيه وأن يجنبنا مساخطه ومناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا